دعوني أخذكم بقى للاتحاد الأفريقي الكاف أو التحاد الأفريقي بيفتح تحقيقات في تجاوز الجماهير في مطشاط أو مباريات العودة في ربع نهائي دوري الأبطار الاتحاد الأفريقي فتح تحقيق في تجاوزات الجماهير خلال مطشاط ربع النهائي بين الأهلي والرجاء وشبابة القبائل والترجي طبعا كلنا تابعنا الأحداث والاشتباكات اللي حصلت بين الجماهير وبين قوات الأمن في مطش شبابة القبائل والترجي التونسي واللي قدت لتوقف المباراة فترة طويلة جدا قبل ما يتم استكمالها وده اللي حصل يمكن حتى تقرير حكم المباراة ومراقب المباراة جيه في نفس السياق ده بيان الكافر اللي طلع في إطار نفس الموضوع بيقول أن الاتحاد الأفريقي لكرت القدم أدان بشدة السلوك الجامح من قبل بعض المشجعين خلال مباراة الترجي التونسي وشبابة القبائل الجزائري في تونس ولقاء الرجاء المغربي والأهلي المصري في الدار البيضاء والأمر سيتم تسليمه للجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة بعد تعطل المباراة لعدة دقائق بعد أن قام بعض المشجعين بإلقاء أشياء على أرض الملعب فيرون موسينجو الأمين العام للتحاد كورت القدم علق على نفس المشهد وقال أن المشاهد في تونس وفي الدار البيضاء كانت غير مقبولة على الإطلاق وأنه لا يمكننا تحمل ذلك في كورت القدم أننا ندين وبشدة تصرفات الجامحة التي يقوم بها بعض المشجعين أضف أيضا أنه كانت مباراة ربع نهائي دولة الأبطال الأفريقية بمثابة مشهد مزهل وإعلان عن كورة القدم الأفريقية لقد رأينا بعض المواجهات المثيرة التي أعادت تأكيد مرة أخرى على جاذبية مسابقات الأندية الأفريقية وبالتأكيد لا أعتقد أن المسؤولين في التحاد الأفريقي سيخل الأمور تعدي بدون ما يتم فرض عقوبات على وعسى أنه نمنع المشاهد دي دايما كنا بنسأل لما بنكلم حتى وإحنا داخلنا على بطولات كبيرة إيه اللي بيمنع أفريقي على أنها تكون في صدارة مشهد الكرة العالمية يعني أنا بشوف أنه عندنا أهم مواهب على مستوى الكرة في العالم جاي من أفريقي عندنا إمكانيات وعندنا خبرات وعندنا قاعدة ممارسة كبيرة جد لكن لما تيجي تبص للفارق بين أمريكا أو أوروبا عشان أوروبا في حتة تانية خاصة تيجي تبص للفارق بين أمريكا اللاتينية وبين أسيا وبين أفريقيا فارق كبيرة جدا وده مرتبط بواحدة من الحاجات طبعا أهل بنية تحتية الإمكانيات المادية متفق معك لكن هل هي دي المشكلة؟ بس لا طبعا التحكيم واحد من الحاجات اللي لازم تتطور تنظيم المسابقات الجماهير والحضور الجماهيري كل دي حاجات لازم تضاير عشان تقدر تطور الكورة عندك في أفريقيا أسد زيتنا في القانون يعني لما كانوا بيتكلموا في فكرة العقوبات دي بيقولك الهدف من إقرار أي عقوبة هو تحقيق واحد الرابع العام يعني أنه وجود عقوبة ما تمنع الناس أنها تخرج برى الحدود المرسومة لها أو برى الإطار المرسوم ليه على سبيل مثال حضرتك كده لما كان بيبقى فيه عسكري مرور أو رجل مرور واقف في الشارع أو مش واقف حالك كنت ممكن ترتكب المخالفة على أساس أنك أنت آمن من العقاب النهاردة لما بقى فيه كاميرات الناس كلها مشية وملتزمة زي كتاب ما بيقول فهي الفكرة من آمن العقاب أسهل أدب وأي منظومة عقاب في مصر أو في أي حتى في العالم أي منظومة أو أي قانون في مصر عايز تمنع من خلاله أي خروج عن الإطار أو عن النص تقدر تعمل ده والأهم من القانون نفسه قدرتك على تطبيق القانون